اشتركوا في القناة وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وعليه محمد وحجل فرجهم وعن عداهم لعنت الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين آمين هذه رسائل وصلتنا تكشف عن بعض ردود الفعل الإيجابية والسلبية كذلك تجاه أو على احتفالنا بهلاك عدوة الله عائشة وقد ارتأينا أن نشير إليها الرسالة الأولى من الأخ حمدي من مصر يقول تحية إلى سماحة الشيخ المجاهد البطل قاهر النواصب أبو حيدر ياسر الحبيب دام ظله طبعا أنا لا أسمح لأحدا أن يعبر عني بإدامة الظل وما أشبه نحن معكم قلبا وقالبا شيخنا العزيز أنا مستفسر من مصر ونحن البلد الوحيد في العالم الذي لا يوجد به مسجد أو حسينية للشيعة شيخنا الكريم شيخنا العزيز أتمنى من سماحتكم التعليق على الكلب الوقح محمد الزغبي الذي تطاول على شخصكم الكريم بأبشع العبارات أخانا الكريم حمدي أنا قد رددت عليه في هذه التعليقات اليومية وأسهبت في الحديث ردا عليه وبينت مدى جهله وضعفه وعدم حتى فهمه للقرآن الحكيم على ما ينبغي وأما بالنسبة إلى وضعكم في مصر فأنا أقول ينبغي عليكم أنتم الشيعة المصريين الكرام أن تؤسسوا لأنفسكم منظمة بعنوان منظمة الدفاع عن الشيعة في مصر وهذه المنظمة يكون لها رموز أو عاملون في بلاد الغرب وتتحرك في المحافل الدولية وعلى الحكومات والبرلمانات الغربية وعلى وسائل الإعلام الغربية مطالبة بأن تتاح حرية العبادة للطائف الشيعية داخل مصر ومن أسس حرية العبادة أو من أهم صورها أن يتاح لكم تأسيس مراكز عبادية على الأقل فليسابوكم باليهود والنصارى هناك اليهود لديهم معابدهم وكذلك النصارى أيضا في هذا البلد أما الشيعة يحرمون من ذلك فهذا أمر مخالف للمواثيق الدولية على أقل تقدير أنتم بحاجة إلى قيادة شبابية في المرحلة الأولى تتشكل وتهاجر إلى مصر تفعل كما فعل الأقباط النصارى مثلا وتتحرك في هذا الاتجاه إلى أن تركع الحكومة المصرية الظالمة وتسمح لكم ببناء حسينياتكم ومساجدكم فاسعوا إن شاء الله في هذا الاتجاه رسالة أخرى من شخص سمى نفسه محبك في الله قال أنا من السعودية وكنت على المذهب الوهابي وأحمد الله أني تركت هذا المذهب وهذا يعود لله ومن ثم لفضيلتكم وإني من أكثر المعجبين والمتابعين لمحاضراتكم وأشكرك يا أخي ياسر الحبيب على صراحتك وعلى تحملك وتحديك لجميع الضغوط التي واجهتك من جميع الدول وحبيت أهديك معلومة جديدة يمكن لم تمر عليك منزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الواقع بمكة ماذا فعلوا به أتعلم أنهم جعلوه دورات مياه وهذا كان يوم غزو الكويت والناس منشغلون بالحرب قاموا بمسح المكان بالدركترات ومن ثم أقاموا دورات مياه للعامة ويمكنك التأكد من ذلك بعد الرجوع للخرائط العثمانية وبعض الكتب التي تحدد منزل رسول الله تحياتي لك يا أفضل داعي وتحياتي لك أيها الأخ المحب وأسأل الله تعالى أن يثبتك على الدين الحق بالفعل هذه طامة كبرى ومأساة أن هكذا تهدم آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى وتحول إلى دورات مياه وأماكن نجسة قذرة ومع الأسف الشديد هذا الأمر مر مر مرور الكرام دون أن يترافق مع ضجة عالمية يقيمها أتباع أهل البيت والمسلمون في كل مكان فواء سفاخ انظروا إلى أهل الباطل كيف يثيرون ضجة عالمية لما زعموا أنه قد تطاولنا على عائشة انظروا إلى هذه الضجة التي يعني كانت في شرق الأرض وغربها في كل مكان أما نحن الشيعة في المقابل يهدمون بيت النبي صلى الله عليه وعليه في مكة ويحولونه إلى دورات مياه ونحن لا نضج بمثل هذا المستوى بالله عليكم أيهما أعظم يعني أنت إذا قايست بين الشعور الشيعي العام والشعور البكري العام يفترض إذا كان الإنسان الشيعي صادقا في تشيعه شيعيا حقيقيا مسألة موهدم بيت رسول الله كاملا موهدم مراقد أمة البقع كاملة مسألة خدشها بخدش واحد خدشها المفروض لا يتحمله ويضج لأجله أكثر من ضجة المخالفين إذا ما خدشت عائشة بملايين المرات ذر من البناء الذي كان على مراقد إمة البقيع صلى الله عليه وسلم مية الأخرى ذر من هذه أشرف وأعظم مليون مرة بل تريليون مرة من عائشة وأبوها وصاحبه وابنته وصحابتهم وخلفائهم وأئمتهم ومحدثيهم وعلمائهم أصلا لا قياس لا قياس لماذا نحن نسكت الآن حكومة آل سعود أعلنت الحرب علينا لما هدمت مقدساتنا هذه مقدسات لما هدمتها أعلنت حربا أعلنت حرب نحن الآن مع آل سعود في حالة حرب نحن مع الوخابية في حالة حرب إلى أن يصححوا موقفهم ويعيدوا بناء الآثار الإسلامية التي هدموها بمعاول الشيطان لماذا هذه لا تثير ضجة عند الشيعة لماذا لا تقلب الدنيا على رؤوسهم كما هم قلبوها على رؤوس أنفسهم في قضية عائشة هذا الذي نحن نقاومه هذا الاتجاه الذي نطلقه وهذا الخاط إنما يسير في هذا الاتجاه أن يكون الشيعي هو الأعلى أنت الأعلى أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أنتم يفترض أن يهاب تهابكم الحكومات لا أن تهابوا الحكومات مع الأسف الميزان فيه اختلال كبير اختلال كبير هذا الأخ أنظروا أخ كان وهابيا والحمد لله اهتدى للإسلام والآن أنظروا كيف يعاني ويتصور أنه ما عندي المعلومة شوفوا يقول أحبيت أهديك معلومة جديدة يمكن لم تمر عليك ليش هكذا يكتب لماذا يتصور أنه أنا المعلومة ما عندي لأنه لم يرى مني ومن الآخرين ضجة كبيرة على هذا الموضوع كيف بيت رسول الله في مكة تحول إلى دورات مياه للقاذورات وللنجاسات فلا يخطر على باله يقول حتما لو كان يعرف وكانوا يعرفون هؤلاء الشيعة ما كانوا يسكتوا كانوا يضجون كانوا يقيمون ثورات أصلا فإذا لا شك هذه معلومة جديدة الآن أنا أرسلها لشيخ ياسر لعله يتحرك في هذا الاتجاه أقول لك يا أخي الكريم عذرا ما تعرف نحن إشقد جبناء وكم نحن ضعاف لا نعرف بهذه المعلومة لا تخاف نعرف كلنا نعرف قياداتنا تعرف ومراجعنا يعرفون والطلبة يعرفون والناشطين الشيعة يعرفون وكل الجهات الشيعية تعرف وكل الأمة الشيعية هم تعرف ولكن لماذا لا ترى ضجة ولا انفعالا لأن هؤلاء الذين تسميهم شيعة هم جبناء جبناء يخافون حتى من نسمة الريح فوأسفاه إن كان هاهنا أمل أيها الأخ المحب الكريم فهو بأمثالك حقيقة وبالثل المخلص من الشيعة الذين الآن يرفعون سيوفهم وحرابهم منادين بثارات آل محمد صلى الله عليه أعني بالسيوف والحراب ها هنا سيوف الحق سيوف الكلمة كلمة الحق نحن لا ندعو إلى عنف ولا إلى تفجيرات ولا إلى هذه الأعمال الصبيانية وإنما ندعو إلى مواجهة حضارية سياسية اقتصادية مدني ندعو إلى ذلك وهناك كثير من وسائل الضغط التي يمكن أن تمارس على الحكومات وخصوصا في العواصم الدولية حين تجرم هذه الحكومات هذه الوسائل كفيلة بأن تركع هذه الحكومات وتجعلها تعيد بناء الآثار الإسلامية وتحفظ حقوق المسلمين وحقوق الشيعة ولا تستمر في حالة البغي والعدوان أكثر من ذلك على يتحال القلب يعتصر ألما أسأل الله تعالى أن يجعلك ممن ينتصر بهم لدينه وأوليائه رسالة أخرى من الأخ أبو محمد مهدي بسم الله الرحمن الرحيم بعد الحمد والصلاة واللعن سماحة الشيخ الحبيب ياسر الحبيب أسعد الله أوقاتكم بالطاعة يزيدني شرفا ورفعة أن أخاطبكم من أرض هجر الإحساء وأؤكد لكم أنكم في قلوبنا ودعاؤنا لكم لا يتوقف أبدا بالتوفيق والسداد الإلهي أنتم ومن معكم ولا يهمكم هذه الأصوات التي تنعق وتدعي أنها تمثل الإحساء فالإحساء حتى نخله يلعن أعداء أهل البيت تعبير لطيف وأحببت أن أبلغكم أنني ومجموعة كبيرة من المؤمنين نقف معكم ويوجد لكم أنصار كثر أما بشأن المجموعة المرتزقة التي تحاول أن تجمع أكبر قدر من التواقي حتى تدينكم فأخبركم أنها مجموعة منتفعة من وراء حكومة آل سعود ويشغلون مناصب لديهم ويسعون في إرضائهم ولذلك فرأيهم لا يساوي عفطة عنس بالإضافة إلى أنهم مدعومون من الوهابية الذين يتبنون ما يقومون به حاليا من أجل نشره في وسائل إعلامهم البغيط ولو أردت لعددت لكم مناصبهم التي خافوا عليها رغم أنهم يتصورون أنهم سيقتلعون منها إن لم يردوا عليك أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء وأن يجعلكم رمحا مسموما في قلوب أعداء أهل البيت عليهم السلام وتذكروا قول أئمتنا لا تستوحش طريق الحق وإن قلّك سالكوه باسمي وباسم المخلصين لكم في الإحساء أقبل ناظريك وسلام عليك سلام عليكم وأنا الذي أقبل نواظركم وأحمد الله تعالى على أن في هجر الإحساء إحساء أهل البيت صلوات الله عليهم مثلكم ممن يستحق أن يفخر أو أن يفتخر به وألتمس دعاءكم أيضا وهؤلاء المنتفعين وأهل المناصب والذين انضموا إلى السلاطين والحكام عليكم بمواجهتهم وعزلهم عن المجتمع وهم أساسا الآن لا قيمة لهم شكل ما تفضل لا يساون عفضة عنز لكن على كل الأحوال حتى هذا ما تبقى لهم من وجاه أو احترام ينبغي أن يذهب يجب عليكم أن تتعاملوا معهم أو ينبغي عليكم أن تتعاملوا معهم بمثل ما تعامل الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام مع المنحرفين داخل الجسد الشيعي عزلوهم حرموا التعاطي معهم أبعدوهم عن المحيط الشيعي إلى درجة أنه كانوا يمنعون حتى من صلة الرحم معهم على بالي رواية عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه أحد أصحابه يدخل عليه والإمام عليه السلام يقول له أتجالس عمك مضمون الرواية تجالس عمك قال نعم أجالس عم أخو أبو قال نعم أجالسه قال أما خشيت أن الله عز وجل ينزل صاعقا من السماء أو عذاب من السماء ويعمك به معه قال يا ابن الرسول الله إنما أصل الرحم ولا أتحدث معه في هذه القضايا هذاك الشخص كان من منحرفين الشيع ربما كان من الإسماعيلية على ما مباد فالإمام عليه السلام قال له لا حتى هذا ما دام هذا رمز من رموز الباطل لو كان مخدوعا لو كان إسماعليا مخدوعا صل رحمك لا بأس لكن حينما يكون رمزا من رموز الباطل من رؤوس الإسماعيلية فعليك بأن تقاطعه لأن تواصلك معه حتى لو كان من باب صلة الرحم هذا مما يشجعه على الباطل ويقويه ويكثر لأقل السواد في مجلسه هذا محرم اليوم نفس الشيء علينا أن نتعامل مع الطائفة البترية ومعممي العالم الثالث والرابع هؤلاء المنتفعين والمتمصلحين على الأمة أن تقاطعهم أن لا تتواصل معهم لا تتعاطى معهم وإن كانوا ذوي أرحام وأنتم تعلمون أنا من أرحامي من أقربائي اثنان من المشايخ أحدهم عم والآخر خال مو طبعا خالنا الشيخ جواد الأنصاري حفظه الله اللي في أمريكا لا هذا رجل مستقيم العقيدة بحمد الله ولكن خال آخر في أستراليا وعم في الكويت وهذان أنا على خلاف شديد معهم ولا أتعاطى معهما لأنهما منحرفان فطبيعي أني هكذا يعني أفعل التزاما بتوصيات أئمتنا صلى الله عليه لا أريد أن أتعاطى مع هؤلاء وإن كانوا من أرحامي حتى لا أشجعهم على الباطن لا أشجعهم على إضلال الأمة أكثر فإذا أرجو منكم أن تفعلوا هذا في هجر في القطيف في الإحساء في البحرين في كل مكان هذه العمائم المنحرفة العفنة أبعدوا المجتمع عنها اقطعوا الصلاة بها لا يحل لكم حتى حضور مجالسها لأنكم بهذا تكثرون السواد في مجالس أهل الباطل وأهل الريب والبدع والضلالة لا يحل لكم أن تدعموهم بالمال أن تسلموهم الحقوق الشرعية هذه مسألة مهمة إلى أقصى درجة لا تقول هذا عمي وهذا خالي وهذا أخي وهذا ابن عمي وهذا قريبي وهذا صديقي اتركوا هؤلاء فليكن حبك في الله وبغضك في الله وليكن ولتكن صداقتك في الله وليتكن كذلك ليكن عداؤك في الله تبارك وتعالى رسالة من الأخ أبو مريم بعد البسملة والحمد الشيخ ياسر الحبيب المحترم أنا من مقلدين السيد السستاني هو الصحيح من مقلدي السيد السستاني وتقبل اعتذاري فأنا ولطالما كنت لا أوافقك الرأي في كثير من الأمور وخاصة الجهر بإسقاط رموز أهل السنة طبعا هؤلاء أهل البدعة نحن أهل السنة لدرء الفتنة وحماية الأبرياء الشيعة من القتل ولكني أعلن براءة لذمتي أمام الله وأن تبرئني الذم أنت أيضا أني اليوم معك وأوافق في كل شيء والسبب المحاضرة رقم 23 في الرد على الضجة المفتعلة التي بينت بها أن مهادنة السنة من أجل الوحدة سيحول الشيعة إلى أن يترك صلب العقيدة الشيعية القائمة على البراءة من الشيخين وآل أمية وسيكون كالزيدية اسما فقط وهذا الشيء لمسته وعشته مع الزيدية هنا في كندا حيث أعيش حيث إنهم يحبونهم ويجلونهم ولا ترى فيهم أي خطاب شيعي أنا عندما رأيت البرهان من صوتك لمست الحق كما لمس الحر الرياح الحق قبل فوات الأوان وسأتحول إلى صوت صادح كأبي ذر الغفار الغفار عاشق أهل البيت وإن شاء الله أن أكون محب آل البيت كمجنون آل البيت عابس الشاكري هنيئا لك يا شيخ الحبيب إن أنصارك يتزايدون يوما بعد يوم وهاء نذام من العوام وكل عائلتي وأهلي معك فيما تعتقد أرجوك أدعو لي أن يثبت الله أقدامي على ذلك وأرفقها بدعاء لي بالعافية لأني مريض أخوك أبو مريم من العراق وأسكن كندا السلام عليك يا أخ أبا مريم وأسأل الله تعالى لك العافية ولجميع المؤمنين والمؤمنات بحق مريض كربلاء زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وأسأله تعالى أيضا أن يثبت أقدامك وأن يكثر أمثالك في هذه الأمة والحق هو ما ذكرته يا أخي الكريم كثير ممن يعادوني لا يعرفون ما الذي يعتمل في صدري قلتها سابقا ويل للشجي من الخليل ويل للشجي من الخليل لا يعلمون ماذا في صدري من قلق على مستقبل الشيعة إن لا سمح الله طغى هذا التيار البتري المهادن المتمصلح مع أهل الخلاف على حساب العقيدة هذا سيزيل العقيدة الشيعية الحقيقية وسيجعلها عقيدة مهجنة والعياذ بالله وقد وعدت سابقا أن لا أمرر هذه المؤامرة أبدا وأحمد الله تعالى على أنك جئت معنا في هذا الركب في هذه السفينة وأنك ستمارس هذا الدور بإذن الله تعالى وأسأل الله تعالى أن يدفع جميع المؤمنين والمؤمنات إلى هذا الاتجاه أيضا حرصا على نقاء وصفاء عقيدة آل محمد عليه السلام من أمثال هؤلاء الذين يتلاعبون فيها ويلوثونها من الداخل شكر الله لك وجزاك خيرات وبركات في الدنيا والآخر رسالة رسالة من الأخ السيد علي الرافضي البحراني بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على دائم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عماقته وغبائه وبيّن لنا أنه يجهل حتى أبسط أساسيات المباهلة وشروطها لقد رفعتم رأس التشيع عاليا بعد أن تم توهين المذهب من قبل بعض مدعي الفقاهة والمرجعية الذين زرعوا بعض أفكار ومعتقدات البكريين الباطلة لو تكلمت من اليوم إلى الغد لن أوفيكم حقكم أنتم والسيد مجتب الشيرازي لقد تعلمنا منكم البحث عن الحقائق وعدم الاستسلام للعواطف بعد أن عشنا عمرا طويلا تحت ظل العمائم الزائف والبترية التي تسعى إلى تميع المذهب مرضات للطائف البكرية أدامكم الله عزا للمذهب ومدد الله في عمركم لخدمة أهل البيت سلام الله عليهم اللهم اقطع أي أيدي ناصبية نجسة تطال الشيخ ياسر الحبيب اللهم اجعل كيد النواصب في نحورهم اللهم اجمعهم مع صحابتهم عمر وعثمان وأبو بكر ومعاوية ويزيد والشمر في الدرك الأسفل من النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام يا سيدنا الكريم الجليل وأشكر ألطافك وأسأل الله تعالى أن يوفقك في الدنيا والآخرة ويكثر من أمثالك رسالة من الأخ محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أنا مسلم شيعي ومن الموالين لآل بيت النبي عليهم الصلاة والسلام وقد تعلمت من أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام من معركة الجمل كيفية التعامل مع عرض النبي صلى الله عليه وآله فإن عائشة قد أخطأت بحق الإمام علي وخرجت مخالفة لله ورسوله من بيتها بغير حق وهي من أشعلت الفتنة في صفوف المسلمين وحاربت إمام زمانها بشهادة علماء السنة أنفسهم باعترافهم بخلافة الإمام علي ولكن يا شيخ إن الإمام علي أكرم عائشة ولم يسئلها احتراما وخوفا على عرض النبي وكذلك الإمام الحسن عليه السلام أوصى أخيه الإمام الحسين عليه السلام إذا رفضت عائشة أن يدفن الحسن بجانب جده رسول الله صلى الله عليه وآله أن يذهب به ويدفن بالبقيع وأن لا يتهجم عليها احتراما لرسول الله وأنت يا شيخ بتهجمك عليها لم تحترم عرض النبي وأيضا تزرع الحقدة والكراهية بين صفوف المسلمين وخصوصا نحن في زمن غير زمانك شلون في زمن غير زماني يعني أنا ما فهمت إظهار في مكان يمكن غير مكان لا هو كذا فالمسلم اليوم لا يقرأ الكتب على يتحى فنحن في زمن غير زمانك فالمسلم اليوم لا يقرأ الكتب ولا يقلب بصفحات النت بل إنه فقط في شهر رمضان المبارك يسمع لخطبائه الذي يعتقد بأنهم على صواب فمثلا هناك من يستمع للمنافق محمد العريفي أو المنافق عثمان الخميس وغيرهم الذين يزرعون الفتن ويخلقون الكراهية ويكذبون بأحاديث رسول الله ويدافعون عن معاوية شارب الخمر الفاسق لا تنزل لا تنزل مستواك إلى مثل هؤلاء يا شيخ بل لتكن رسالتك موجهة ضدهم وكشف حقيقتهم كما يفعل السيد كمال حيدري في قناة الكوثر وابتعد عن عرض النبي لأنها تسيء إلى رسول الله وإذا أحببت أن تنتقدها فافعل كما فعل الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه بأسلوبه المتميز كشف الحقيقة دون جرح أي إنسان وشكرا لك وعليك السلام يا أخي محمد أما أن أمير المؤمنين عليه السلام أكرم عائشة لأنه أراد أن يكرم عرض رسول الله فهذا أمر رددنا عليه في هذه السلسلة من جلسات التعليقات على الضجة المفتعلة من أنصار عائشة فأرجو منك أن تراجعها جيدا لترى كيف أني بينت الحقائق وكيف أن أمير المؤمنين عليه السلام يعني أهانها وأسمعها ما تكره واعتقلها وأرجعها راغمة صاغرة إلى المدينة وجعلها تحت الإقامة الجبرية خلافا لإرادتها ولم يكرمها حاشاه أبدا كل ما هنالك أنه رفع عنها حكم السبي وذلك لما بيّنه أئمتنا صلوات الله عليهم من أنه أراد بذلك أن يحفظ أعراض الشيعة أي ليس إكراما لعائشة أيضا أو احتراما لها لم يسبها أو يسمح بسبها كان حكمها السبي بل كان حكمها القتل لأنها خرجت محاربة لله ورسوله ومن يخرج محاربا لله ورسوله والإمام المعصوم في هذا الامتداد الإمام المعصوم يعني رسول الله ورسول الله يعني الله تبارك وتعالى في هذا المضمار فمن يرفع سيفا على الإمام المعصوم يعني رفعه على رسول الله ومن يرفع سيفا على رسوله يعني رفعه على الله وهذا حكمه القتل بلا خلاف عندنا فعائشة كان حكمها القتل وهذا ما أكده الأمة الأضخار عليهم الصلاة والسلام إلا أنهم لم يقتلها أمير المؤمنين عليه السلام ولم يسمح بقتلها أو سبيها حفظا لأعراض ودماء الشيعة من بعد حيث علم بأن دولة الباطل كما يقول الأمة عليه السلام ستظهر على دولة الحق خلال سنوات هي أربع خمس سنوات ودولة الباطل ظهرت دولة بني أمير فأراد أن يمن عليهم حتى يمنوا على شيعته ونسائهم من بعده ولولا ذلك لكنتم ترون والعياذ بالله والعياذ بالله زينب الحوراء ونساء وبنات الرسالة كن سبايا حقا يعني والعياذ بالله أخذوهن سبايا وجواري لكن لولا فعل علي عليه الصلاة والسلام في الجمال ولم يسبهم فإنهم انحرجوا من هذه الجهة وأرادوا أن يقابلوه بالمثل فإذن ليس إكرام ها هنا لعائشة مطلقا هذا كله من الدعايات السياسية الجوفاء أكاذيب أمثال حزب الدعوة وحزب اللغوة ومن أشبه التاريخ الصحيح وروايات أهل البيت عليه السلام تنص على الخلاف جامر المؤمنين عليه السلام وعنف عائشة وهزأ بعائشة وأسمعها ما تكره وقال إنها لا تألو شرا ولذلك أردها إلى مسكنها يعني راغمة صاغرة رغم أنفها فلا تقول أنه أكرمها والعياذ بالله وأما كونها عرضا لرسول الله صلى الله عليه وآله فأيضا قد فصلنا هذا فيما سبق وقلنا أن قول آل محمد عليه السلام أنها لم تعد عرضا لرسول الله وليس بينها وبين النبي أي علقة على الإطلاق لقد بانت منه بكفرها فضلا عن فاحشتها الشيء الآخر قولك أنه الإمام الحسن أوصى أخيه الإمام الحسين إذا رفضت عائشة أن يدفن أنه لا يتهجم عليها من قال لك هذا الإمام الحسن عليه السلام أوصى الحسين أنه إذا رفضت عائشة فلا تدفني حتى لا تراق الدماء يعني حتى لا تراق الدماء لا تدفني وإلا هو الإمام الحسن عليه السلام في نفس وصيته إقرأها ولو كنت أعلم أو ركز لأنه هذه الرسالة الآن أخذناها التقطناها كنت آتي لك بالرواية أيضا حتى تسمع الرواية نصها كيف أن الإمام الحسن عليه السلام بنفسه حينما يقول للإمام الحسين ويوصيه وقال له أنه وسترى من الحميراء عائشة مضمون الرواية عداوتها وصنيعها ضدنا أهل البيت إذ ستتصدى لك وتشهر السيف وتحض قومها إلى آخره وهو الإمام الحسن عليه السلام كم مرة فضح عائشة وتصدى لها وكشف أن لها جردا أخضر أخذت جمعت فيه أربعين درهما من خيانة أو أربعين دينارا من خيانة وفرقتها في مبغضي علي عليه السلام والإمام الحسين نفسه في معركة الجمل اسمع كيف حاجج عائشة وكيف وجه إليها كلمات شديدة وأسقط كرامتها وأسقط علنا وأعلن أنها مطلقة من رسول الله صلى الله عليه وآله طلقها كما في رواية المسعودي صاحب مروج الذهب في إثبات الوصية قال أن الحسين عليه السلام لما ركبت عائشة البغلة وجه إليه بطلاقها أنه خلص أنت بعد نعلن إعلانا شرعيا رسميا أنك قد بنت من رسول الله فلا كرامة لك ولا احترام ولست أما للمؤمنين هذه الأمور أرجو منك يا أخي محمد أن تلاحظها في محاضراتنا في أجوبتنا على الإنترنت في نفس هذه التعليقات اليومية لأنه هذه الثقافة السائدة أنت الآن تنطلق من هذا الباكراوند من هذه الثقافة السائدة مع الأسف الموجودة الشائعة في المجتمع الشيعي وهي ثقافة مغلوطة مخالفة للروايات مخالفة للتاريخ الصحيح ثقافة نسجتها الأحزاب البترية الضالة والمنحرفين وعمائم العالم الثالث وعمائم العالم الرابع هؤلاء هم الذين كونوا هذه الأفكار وهي كلها أفكار باطلة مخالفة لما هو الواقع فضلا عن الحق فنحن إنما ننطلق لإصلاح هذه الأفكار وأما قولك أنه أزرع الحقد والكراهية بين صفوف المسلمين كلا أنا ما أزرع الحقد والكراهية نعم أنا أزرع الحقد والكراهية على أبي بكر وعمر وعائشة أنا حاقد أنا حاقد على عائشة وأبي بكر وعمر لماذا لأنهم كانوا حاقدين على نبي وإمتي صلوات الله عليهم فأبادلهم بالمثل أما أنا حاقد على المخالفين كلا وحاشة أنا مشفق عليه يشهد الله أني أريد لهم الخير وأحب لهم الهداية ولكن بطبيعة الحال أنت تعلم أنه ما من نبي ولا وصي ولا عالم مصلح ولا ناصح يريد أن يصحح العقيدة السائدة يريد أن يصحح الثقافة السائدة إلا ويواجه في بادئ الأمر بضجة وردود فعل وانقسامات ومشاكل وما أشبه هذا شيء طبيعي فلا يعني تهولنك هذه الضجة المفتعلة وتعتبرها أنها قد زرعت الحقد والكراهية لا أصبر كم سنة وسترى إن شاء الله كل شيء يزول وأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض المنافق العريف المنافق الخير إن شاء علينا نحن بهم هذا وأنا لا أنزل إلى مستواهم هؤلاء كذبة هؤلاء فجرة هؤلاء فسقة يعني أسلوبهم واضح خلاف أسلوبي أنا لو تلاحظني رغم شدتي على أعداء الله تبارك وتعالى إلا أني لا أكذب لا أتفحش لا يعني أقوم بعمليات بهلوانية وما أشبه ما عندي هذه الأساليب أنا سلاحي الدليل وعادة أخرج هذا من جبتي أخرج ورقة فيها المصادر وفيها ذكر هذا سيف الوحيد ما عندي غيره هذا سيف الوحيد فما أنزل إلى مستواهم إن شاء الله تعالى وأما الوائلي أتركني من الوائلي الآن الآن أتركني من الوائلي أذكروا محاسنة موتك بس يعني ملاحظة أنه وإنت تقول يعني شوف الوائلي تقول بأسلوبه المتميز كشف الحقيقة دون جرح أي إنسان ما جرح أي إنسان الوائلي ارجع أنت إلى محاضرته ضد الشيعة المؤمنين مو بعد ضد المخالفين ليت أنه هاي لسان الطويل السوقي كان على المخالفين لا على الشيعة ليختلف معهم تتختلف معهم لا تؤيد أنت شعيرة التطبير لكن يحق لك أن تقول يا نعاج تصف هؤلاء المطبرين بأنهم نعاج وأخليهم في البالوعة أيضا خليهم في البالوعة هذا يعني الأسلوب المتميز وما جرح أي إنسان يعني كل هؤلاء الشيعة اللي بالألوف الذين يسيلون دماؤهم مواساة لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام منعاج طلعه ولازم ينذبون بالبواليع وهذا كان قمة الأدب من الوائلي وحتى المراجع هم معهم هذا كان قمة الأدب من الوائلي لا شك فيا أخي لا تأخذك الصور والمظاهر فتش عن الحقائق أكثر اقرأ عن تلميذ الوائلي تلميذ الوائلي الخطيب السيد داخل سيد حسن معروف السيد داخل خطيب مشهور أيضا هذا كان تلميذ الوائلي له كتاب اسمه معجم الخطباء يمكن بالمجلد الرابع أظن مجلد الرابع المهم واحد منها المجلدات مجلدات كتاب معجم الخطباء اقرأ لما يترجم لأستاذه الوائلي ماذا يذكر عن لسانه الطويل وعن تصرفاته وأفعاله للعلم أنت ما تدري هذا الوائلي أصلا عنده قصيدة يهجو بها بعض المراجع ومن بينهم السيد محسن الحكيم عند قصيدة اسمها الشباك العباس أي نعم شباك العباس يهجو بها المراجع ومن بينهم السيد محسن الحكيم ويهزأ بهم ويتمسخر عليهم أنتوا ما تعرفون أنتم لكم الصورة الظاهرية مع الأسف ما تعرفون بواطن الأمور فهكذا تظن أنه الوائلي كان آية في الأخلاق ولا يجرح إنسانا ولسانه كان لسانا عفيفا وما تعرف أنت في باطن الأمور وشوية إذا تبحث تكتشف تعرف الأمور أي فإذن أي أحسن فإذن يعني شنو رحماء على الكفار أشداء بينهم يصير هالشكل مو أشداء على الكفار رحماء بينهم لا العكس بالفعل هو أسد علي وعلى المخالف كالخروف وهذه حالتنا للعلم يعني أنت شوف حتى البيانات اللي صدرت ضدي أنا شوف هاي اللسان الطويل يعني المحترم شوفوا الشجعان الحمد لله تركوا التقية معي الحمد لله ما أتقوا ما أتقوا ياسر الحبيب ما أتقوا ياسر الحبيب ولا جماعة ياسر الحبيب ولا أحد يتعلق ياسر الحبيب فقالوا مو مشكلة هذا احنا لا اهنا نجاهد احنا تحرم التقية هنا فلا نسلقه بلساننا مو مشكلة ماكو مشكلة نسلقه بلساننا وما نسوي تقية الحمد لله الحمد لله يعني اكو بوادر انه هؤلاء على الاقل في مورد واحد ما يعملون بالتقية الحمد لله رسالة من الاخت مريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شابة في مقتبل العمر انهيت المرحلة الثانوية بتفوق وسوف ارتحل عما قريب الى المانيا لأكمل دراستي اتوجه لك يا شيخ اتوجه لي يا شيخ الفاضل اتوجه لي يا شيخ الفاضل بعض النصح والدعاء جزاك الله وخيرا ادعو لك ان شاء الله بالتوفيق والحراسة والتأييد وايضا ايها شيخ الكريم انا اتابع محاضراتكم على موقع اليوتيوب وعندما اتابعها تجول وتصول في عقل الكثير من الاسئلة ومن جملة هذه الاسئلة التي اتمنى حقا ان تجيبني عنها انك تنتقد الحكومة الايرانية والرئيس الايراني احمدي نجاك وانا بوجهة نظر المتواضعة انه انسان اهل لتحمل الرئاسة انا اعلم انكم اوضحتم رأيكم في عدة مواضع ولكن تم حجبها فلم استطع الاطلاع عليها ثانيا عائشة عليها العائن اللاعنين ارتكبت الذنوب بل كبائر الذنوب ويكفي بحقها انها خرجت على امام زمانها ولكن انا لا استطيع ان استوعب كونها اقبلت على فاحشة الزنا وهي احدى نساء النبي يعني ليس لها يعني ليس اجلالا لها ولكن عقلي لا يستوعب ذلك اجلالا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اتمنى ان ارى تعليقكم الذي اعتقد انه شفاء لداء حيرتي وآسفة على الاطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ايتها الاخت المكرمة طبعا لا نوصيك حينما ترتحلين الى المانيا ان شاء الله ان تحافظ على دينك وحجابك وعفتك وكرامتك ويعني ان تحرسي نفسك جيدا ان شاء الله واما عن انتقاد الحكومة الايرانية الحكومة الايرانية في كل الاحوال هي عبارة عن حكومة يعني ليست حكومة الهية هي حكومة بالنتيجة بشرية فان قلنا بانها شرعية فهذا لا يمنع من انتقادها فكيف اذا قلنا انها مفتقدة للشرعية لان من شرائط ان تكون الحكومة شرعية ان لا تكون ظالمة ونحن قد وقفنا ورأينا بام العين في ايران كيف كانت هذه الحكومة تظلم وتضطهد المؤمنين وحتى بعض مراجع التقليد وتزج بهم في السجون وتقوم بافعال كثيرة مخالفة للشرع وللعلم هذا الذي يجعلنا نعادي هذه الحكومة ولا نؤيده وكذلك هو الذي يجعل مراجع التقليد ويجعل المؤمنين الاكارم يمتنعون عن تأييد هذه الحكومة التي خدعنا بها منذ قيامها نحن ليس بيننا شوفوا ليس بيننا ليس بيني انا مثلا وبين خامنة يا واحمد نجاد او غيره ليس بيني وبينهم خلاف شخصي على الاطلاق مطلق ولم يكن هناك مثلا وسط مشترك حتى نقول انهم يمكن ان يكون قد اذوني في شيء فيه حتى اقول مثلا ان عندي مسألة شخصية معهم كلا ابدا بل بالعكس ان اردتم الواقع فان مصلحتي تكون معهم يعني انا اتمنى ان تكون حكومة ورائي خصوصا حكومة ايران التي تدفع وتمول وحكومة قوية وعندها حتى الان على وشك ان تصبح عندها قنبلة نووية وصواريخ نووية يعني ايران بالنتيجة ثقل اقليمي معروف ويهابها الكثيرون فلو كانت ايران تجعل نفسها مساندة لي ومن المجال مفتوح لذلك المجال مفتوح وبعض الاخوة بالمكتب يعرفون بعض الاسرار في ذلك هم ايران بشكل عام تريد ان تكسب يعني تريد ان تكسب الجميع وتريد ان تكسبني لكن نحن من جانبنا نرفض لا نفتح طريقا ونقفل كل الابواب امام اي محاولة للتعاطي مع هذه الحكومة وممثليها من ايام الكويت انا هكذا كان يعني طبعي والسبب اني لا انشد مصلحتي الشخصية فحسب ابدا انا انشد مصلحة الدين ولا ارى مصلحة للدين وللمؤمنين في ان والي حكومة ظالمة تتسربل بالتشيع او تتلبس بالتشيع وهي تلوث التشيع بافعالها وتصرفاتها على ايتي حال هذا امر يطول بحثه وانا لا اريد ان الاج في الامور السياسية لكن فقط عليك ان تعلمي ان موقفنا ها هنا شرعيا وليس منطلقا من منطلقات سياسي اما قضية استبعاد ان عائشة وقعت في فاحشة الزنا وهذا لا يستوعبه عقلك اجلالا للنبي صلى الله عليه وآله نقول لك هكذا انه اذا علمتي بان عائشة قد بانت من النبي يعني لم تعد زوجة للنبي ولا عرضا له ولا هناك رابط بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله الان على الاطلاق وانما غاية ما هناك انها كانت في فترة ما مجرد فراش للنبي لا اكثر حشية من حشايا رسول الله صلى الله عليه وآله لا اكثر ولا اقل في فترة زمنية محددة فحالها حال التي طلقهن رسول الله صلى الله عليه وآله او حال قتيلة بنت قيس التي لم يطلقها ولكنها ارتدت من بعده ونكحت عكرمة ابن ابي جهل فلماذا نستبعد هذا امر واقع هي نعم قد نكحت طلحة فيما بعد وكما فعل عكرمة مع قتيلة وكلاهما نفس الشيء كلاهما كانتها زوجتين للنبي وهذه ارتدت وبانت عن النبي وهذه ارتدت وبانت عن النبي وتلك الاولى ايضا يوافقنا المخالفون في ذلك يقولون نعم قتيلة ارتدت امنت بن وسيلة ملك الذاب وكانت يوما ما ام المؤمنين وزوجة رسول الله صلى الله عليه وآله لكن بعد بعد لله في خلقه شون فارتدت لا احد الان يسميها ام المؤمنين ولا احد يقول بانه لا يمكن ان تكون قد اقدمت على هذا الزواج الذي هو باطل عندنا وهو بمثابة الزنا نحن نقول نفس الشيء بالنسبة الى عائشة والامام الباقر عليه السلام يقول والله لقد او ما من شيء مضمون الرواية ما من شيء الا وعصي الله فيه حتى لقد نكحوا ازواج رسول الله من بعده فلماذا نستبعد واذا كل شيء احنا ربطناه اكراما بالنبي اكراما بالنبي يعني اذا لا يبقى حجر على حجر اذا علينا ايضا ان نستبعد ما فعلته امرأة نوح امرأة نوح كانت في الاصطلاح قوادة لماذا لانها كانت تصعد السطح وتصفر وتصفق وتدعو الى الفاحشة يعني هكذا عفوا امرأة لوط كانت تصعد على السطح وهكذا تقول فهل يعني بالله عليكم الزانية ام القوادة والعياذ بالله الديبوبة ايهما يعني لا شك يعني الناس حتى في العرف هذه التي تحث على الفاحشة في العرف العام اسوأ من التي تفعل الفاحشة في السر وهي كانت علنا هذه تصعد على السطح دار النبي دار النبي نفسه النبي لوط عليه السلام تصعد على داره وتقول هلموا الى الفاحشة هلموا الى اللواط الى هالدرجة فهل لنا ان نستبعد ذلك يعني هل لنا ان نكذب بالقرآن هل لنا ان نكذب بالروايات والاحاديث التي تقول انها كانت تفعل ذلك لا يمكن لنا ان نقول بهذا يعني اكراما للنبي لوط نحن مع انه كانت تفعل ذلك في زمان النبي لوط عليه السلام يعني في حياته ومع ذلك النبي لوط عليه السلام لم يطلقها أصلا لم يطلق وابقاها لمصلحة شرعية فاذا قولنا بان عائشة كانت تفعل هذه الفواحش وتدعو الى رضاع الكبير وتخرج متبرجة وتنكح طلحة هذه تكون هذا القول يكون اخف من القول الاول بالنسبة الى امرأة لوط لماذا لانا نقول ان هذه المرأة فعلت هذا بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله مو في حياته ايضا لو قلنا انه كان في حياته لما كان ثمة اشكال اذا ما قارننا الامر بامرأة لوط فكيف اذا قلنا بعد حياته والنبي حذرها والنبي وكل طلاقها الى امير المؤمنين صلى الله عليه والامام الحسين عليه السلام قد طلقها وابانها عن النبي صلى الله عليه وآله بينونة يبرأ منها الله ورسوله صلى الله عليه وآله فاذا لا تستبعدي هذه الامور واقرأي اجاباتنا حول هذه المسألة اكثر وايضا راجعي التعليقات فانا قد تعرضنا الى هذه المسألة بشيء من الاسهاب واذا كانت كنت قادرة على ان تستوعبي اكثر البحوث العلمية في هذا الجانب فترقبي الكتاب المفصل في هذا الشان ان شاء الله تعالى رسالة من الاخ محمد ابراهيم عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم السيد الفاضل ياسر حبيب حفظه الله هذه الرسالة ما اتمكن ان اقرأها لانها يعني لو كنت حجبت الاسم لكن لكان لي ان اقرأها لكن ما اتمكن لانه ربما يصير هناك خطر على هذا الاخ وعلى اتحال متشيع ولا اذكر من اين ولا ولا يعني مو لازم لا حرصا على حياتي هذه ايضا رسالة من اخ اخر متشيع ايضا احجب اسمه الامر الاول ما اذكره لانه امر ربما يسبب لمشكلة ولكن هو يقول الرسالة الثانية وهذه احب ان تقوموا بنشرها الامر الاول قال لا تنشروا ان تقوموا بنشرها وهي تذكير المخالفين انهم مهما زادوا من تصعيد هجمتهم ضدكم زاد حبنا لكم وكلما طعنوا في مصداقيتكم ازددنا تصديقا لكم وكلما حاولوا النيل منكم زاد حبنا لفدائكم وكلما تكلموا عليكم بالنواقص تكلمنا نحن بالفضائل نحن معكم شاء من شاء وابا من ابا ونحن النواة الشيعية الاولى في انا احجب البلد ننهج منهجكم ونقتفي اثركم فسر بنا الى سفيدة النجاة جزاك الله ايها الاخ الكريم ونحن الذين نفدي شيعة اهل البيت صلوات الله عليهم فاسأل الله تعالى ان يجعل على يدك هداية كل قومك في ذلك البلد الى ولاية اهل محمد عليهم السلام والبراءة من اعدائهم عليهم اللعنة رسالة من الاخ لانه الوقت قد ادركنا نرجعها ان شاء الله الى الجلسة المقبلة وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين الله صلى على محمد وعضي محمد وعجل فرجو ملعى الاهداف اشتركوا في القناة